اليوم حملكم لانشون السمك اكل كتير صحية وهي روعة سهلة كتير هي كتير مفيدة للعائلة وبالخص للاطفال ينا روعة الوصف سمك فليه مجمد او طازج 500 جرام اي نوع سمك متوفر عنكم نضعه بالفرن حتى ينضج طريقة الطهي هي اختياري حسب ما انتو كيف متعودين هيك اصبحت جاهزة نتخلص من الاشياء الغير مرغوب فيها بنعصر واحد لمونة بنوضع لمون بالوعاء بنوضع كوب ونصف حجم صغير ماء 300 جرام تقريبا نشط زرة 150 جرام كوب ونصف بنحرك جيد هناك بدائل لنظام الكيتو دايت تابعوا الفيديو للاخر الهاملايا معلقة صغيرة او اي نوع متاح عنكم فلفل اسمر نصف معلقة صغيرة سوم بودرة معلقة صغيرة نوضع الخليط بالخلاط اي نوع من الخلطات المتاحة عنكم اي خلط نوضع السماك ايضا نطحن المكونات جيد يعني حتى تصبح نعمة نوضحهم في وعاء على نار خفيفة جدا ونقلب باستمرار يعني اقل من الوسط النار تكون ونقلب باستمرار حتى يصبح المزيج كثيفا لمدة اقل يعني تقريبا هي تاخد وقت اقل من 10 دقائق يمكن 7 دقائق 8 دقائق حسب نسبة السوائل مثل هيك لازم تكون نصف الخليط في اي وعاء متاح عنا ممكن وعاء كيك تبع خبز اي وعاء نفرغ الهواء الموجود داخلها نتركها تبرد وبعد ما تبرد نغطيها ونوضحها بالتلاجة لليوم الثاني بنفس الطريقة فقط نقوم بتغيير الماء البارد بالماء الساخن تغيير النشا بالجلاتين 50 جرام جلاتين نباتة او جلاتين لا اسماك نحرك جيد بنوضع ممكن كلها بالخلاط مع التوابل واللمون وكله بنوضع بنفس الطريقة الاولانية وبنوضحها اي عبوة موجودة بنوضحها بالتلاجة هذه بنطهيها فقط بنشوي السمك شوي اول مرة بس بعكس الطريقة الاولانية هذه الطريقة الاولانية النشا لازم رجعه على الحرارة من ثاني لكن طريقة الجلاتين لا نعرضها للحرارة فقط ماء ساخن مدان الماء البارد نتحنها بالخلاط ونحطها في التلاجة لليوم التاني تكون جاهزة ولكن النشا هذه الطريقة لازم نطهيها تاني نطهي النشا لانه هي هذه الطريقة الاصلية ولكن في بعض البلدان ما عندها جلاتين مشكلة انه يحصلوا على جلاتين ممكن نقدمها بسندوشات نوضع الخضار الروكا الطماطم الجبن ممكن الامر كتير بسيط وسهلية صحية كتير بالاخرص للاطفال للناس المعنية تاكل اكل الصحة بالبيت بدون امالح السوديوم بدون زيوت مهادرجة ممكن نوضع على الليمون يعني الموضوع كتير بسيط وكتير السهل ممكن نقدمها بأي شكل انتو تحبوه هيك اصبحت جائزة اكلها كتير روعة بدمن ان انتو تجربوها في امان الله اشتركوا في القناة